سيدات والسادة مبتلات ومبتلون وسائل الإعلام سيدات والسادة المسؤولات والمسؤولون بالوزارة أيها الحضور الكرم أرحب بكم في هذه الدواء الصحفية التي تأتي بعد يوم من انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2023-2024 والتي نعقدها من أجل تسليط الضوء على المعطيات والمستجدات الأساسية للدخول المدرسي وأشكر بداية سيد رئيس المؤسسة محمد السادس للمهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين على حسن الاستقبال وعلى توفير هذا الفضاء المتميز لاحتضان هذا اللقاء وأشكر ممثلي المنابر الإعلامية المتواجدة معنا على حضورهم لتغطية أشغال هذه الدواء مستحضراً الدور المحواري الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في مواكبة الإصلاح التربوي وتعزيز التعبيئة المجتمعية حول هذا الورش المساري لمستقبل بلادنا أيها الحضور الكريم لقد التحق يوم أمس بمقاعد الدراسة ما يقارب 80 مليون تلميذ وتلميذ بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي في القطاعين العمومي والخصوصي وأستغل هذه المناسبة لكي أتوجه لتلميذات والتلاميذ بخالص المتمنيات بمسار دراسي موفق وناجح وحتى تنطلق الدراسة بشكل فعلي في الوقت المقرر لها فقد اتخذت الوزارة كل الترتيبات التحضيرية الضرورية لتوفير مستلزمات العرض المدرسي من بنية تحتية مدرسية وتجهيزات ودعم اجتماعي وموارد بشرية وتنظيم تربوي كما قمنا بمجموعة من الزيارات الميدانية والتفقدية لبعض المؤسسات التعليمية من أجل الوقوف على الترتيبات المتعلقة بتحضير الدخول المدرسي وكذا بتنزيل مجموعة من الأوراش الإصلاحية أيها الحضور الكريم إن السنة الدراسية الجديدة تأتي في سياق مواصلة تنفيذ الفعي لتوجيهات الملكية السامية داعية إلى إصلاح المدرسة المغربية والتي تم على أساسها وضع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتحديد أولويات برنامج العمل الحكومي في مجال التربية والتكوين وهي مرجعيات أساسية شكلت الإطار الستراتيجي الموجه لأهداف خارطة طريق الإصلاح الطربوي 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية دات جودة لجميع بأهدافها استراتيجية ثلاثة المرتبطة بالتفتح اكتساب التعلمات الأساس والحد من الهضر المدرسي إننا نسعى إلى جعل السنة الدراسية الجديدة سنة مفصلية في تحقيق تحول المدرسة العمومية من أجل تلميذات وتلاميذ متفتحين وناجحين في مسارتهم الدراسية وفي حياتهم الاجتماعية والمهانية وعلى هذا الأساس سيتم تنزيل مجموعة من المشاريع والتدابير المهيكلة سأتطرق لتفاصيلها أساسية خلال العرب الذي سأقدمه بعد قليل وهي مستجدات تم التأسيس لها منهجيا وإجرائيا خلال الموسمين الدراسيين المنصرين وفق مقاربة البناء المشترك كما تم تجريب مجموعات من المشاريع والتدابير المستجدة وسكوين الفاعلين التربويين حولها وتوفير مستزماتها المادية واللوجيستيكية وسيتم العمل على تنزيل هذه الأوراج الإصلاحية وفق حكامة ناجعة تقوم في مقاربتها المنهجية على إحداث التغيير من قلب الفصول الدراسية وعلى التجريب قبل التعميم وكذا التقييم المنتظم من أجل التقويم الناجع بما يكفل بلوغ الأهداف المستطرة وتحقيق الأثار المنتظر أيها الحضور الكريم لابد ونحن في مستهل مشوار الدراسي الجديد من توجيه خالص عبارة شكر لمختلف الفائلين بالمنظومة ولجميع الشركاء مع توجيه شكر خاص لهيئة التدريس التي نعتبرها حجر الزاوية والفائل المحوري في نجاح الإصلاح واستحضاراً لما تقوم به من مجهودات دعوب وهي مناسبة كذلك لتجديد الدعوة إلى جميع الفائلين والشركاء من أجل الخيرات القوي في مصار التحول الذي تفتحه السنة الدراسية الجديدة حتى نتمكن بتدافر جهودنا جميعاً من إحداث التحول النوائي المنشود للمندرسة العمومية لكي تقوم بدورها في التأهيل العلمي والمعرفي وتنمية رسماء البشري وتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والتقافي في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلال المايت محمد السادس حفظه الله والمسار شكراً على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحباً بك اشتركوا في القناة